انظمت المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار ندوة توعوية بعنوان الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاها واستعرضت الندوة التوعوية الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة واختصاصاته وصلاحياته وآلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز واجتملت فعاليات الندوة على جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد